بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم علاق الأمراض النفسية بالصلاة الإبراهيمية قصرة الناس الذين يشتكون أنهم ذهبوا للمشيخ وذهبوا لأطباء النفسين هذه رشدة علاق كاملة لهم اسمعوا هذه القصة الطيبة اللطيفة بعد الفاصل هناك شيخ فاضل جلس مع طبيب أمراض نفسية وقال له هل هناك علاج بالأعشاب يعني بدون العلاق الصيدل أو وصفة بالطب البديل للأمراض النفسية غير الأدوية التي موكولة في الصيدلية هذه قال له جاءتني امرأة عندها مرض نفسي وكانت تتردد علي كل شهر فأكتب لها الرشدة للعلاج ولكن أنا كنت مشغول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلا مشغول بها في حياتي فقال وأنا أكتب الرشدة رشدة العلاج لها كنت مشغول أنا زاك بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنسيت وكتبت في نهاية الرشدة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفيك الهم ويغفر الله لك بها الزنب فأخذت السيدة هذه الرشدة وذهبت لصرفها من عند الصيدلي وقد لاحظت في نهاية الرشدة عبارة والصلاة على النبي يكفيك الله بها الهم ويغفر لك بها الزنب فانشغلت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة نهار وهي تكنس البيت وهي تمسح البيت وهي تنظم فراش البيت وهي تطبخ أخذت تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة نهار ثم أحست أنها مرتاحة وجاءت لي في الشهر الثاني وقد بدأ على وجهها أنها حالتها تحسنت كثيرا فقال لها ماذا فعلتي أخذت الجواء لعلك تحسنتي قليلا قالت نعم ولكن أنت نسيت شيء يا دكتور قال لها ما هو قالت أنك كتبت لي جواء آخر في نهاية الرشدة فقال لا لا أنا لا أكتب شيء لم أكتب شيء أضاف فقالت له إنك كتبت والصلاة على محمد يكفر الله لك بها الهم ويكفر لك بها الزم فالتزمت بها ثم جاءتني في الشهر الثاني على وجهها أصر النور وعدم الإرهاق وعدم التعب وزال عنها المرأة قال لها الطبيب ألم تذهبي لطبيب آخر غيري وأخذتي عنده جواء مختلف قالت لا قال لها تأكدي وأصدقين القول قالت له لا ولكنني رأيت في منامي أن ابني ينادي علي وقال لي أمسكي الهاتف أمسكي الهاتف وتكلمي قالت ماذا أتكلم أكلم من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يحدسكي الله 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 على الناس الصادحين الله على الناس الصادحين فقالت مسكت الهاتف وكلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي أبشري فإني دعوت الله لك بالشفاء يا الله وتكون للطبيب والله ما أخذت الدواء بعد هذه الرؤية مطلقا وشفيت ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمكنك علاج فبيا وركوب الطائرات بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا السؤال كان قد عرضه علينا أحد الإخوة من بلد المغرب الشقيق وإن شاء الله في الحلقة القادمة سوف نحكي لكم عن كيفية علاج الفبيا ونأخذ مثال ركوب الطائرات بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يعني نعرش بكم على العلاج السلوكي وعلاج في علم النفس التعليمي ونظريات التعلم لسرنديق وبفلف وواتسون في علاج الخوف ونظريات التعلم الشرطي الكلاسيكي وهكذا ونظريات الاقتران الشرطي وإلى حلقة قادمة إن شاء الله ونسألكم الدعاء لنا ولكم ولكل المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة